في خبر اخر شرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيغا على اعادة دفن رفاة عشرين شهيدا بالمقبرة الجديدة لشهداء ببلدية تامولاس او تامالوس عفوا في ولاية سكيكدا وحسب بيان الوزارة فقد تم تدشين المقبرة الجديدة اليوم من طرف وزير المجاهدين بحضور سلطات المحلية وأسر شهداء وذويهم ويدخل هذا النشاط ضمن الحملة الوطنية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق لإعادة دفن رفاة شهداء الطاهرة وضمن الفعاليات المخلدة للذكرى المزدوجة لليوم الوطني للمجاهد